تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 15 فبراير 2022 كل سنة وحضراتكم طيبين يعود عليكم الأيام بخير يا رب مرة تانية بعتذر كل النهاردة هنتكلم على الموضوع هل يونان مات في جوف الحوت ولا كان عايش وهكذا الفكرة دي أو الرأي اللي بيحاول ينتشر لكن هاخليه المرة جاية الموضوع باختصار ربنا يدبر الاسبوع جاي انشاء الرب وعيشنا هيكون فترة الأسئلة اللي متعودين عليها في يوم 22 فبراير هتكون فترة أسئلة عامة لأسازات الأحباء المسيحيين وأيضا الضيوف لو يحبوا يزوروا يبقى بركة كبيرة ربنا يبارككم الاسبوع اللي بعده هحاول أكمل النص الثاني من الرد على فيديو اللي احنا خدناه النهاردة مع بعض اللي هو ادعاء قصة يسوع المسيح على لوحة معبد فرعوني اللي لسه خلصنا الجزء الأول اللي هو أمنحطب الثالث المرة الجاية ناخد مع بعض حد شبسوت والدعاء أن المسيحية والأقباط نقلوا القصة دي من الفرعونية وحرفوا بها المسيحية خلصنا جزء الأول وهناخد الجزء الثاني مش لسبوع جاي لسبوع جاي فترة أسئلة دا لو ربنا يعني أعاني الصحة المتهلكة لكن لسبوع اللي بعده ان شاء الرب وعجلة تنبيه مهمة بقول للناس الأسادة الأحباء الفيديو دا بيكون في بعض الأخبار والتعليقات وبعض بيكتئم منها ديها تأثير سلبي بعض بيحس بخوف أو اكتئام لو انت من النوعية دي فريد تقفل الفيديو وريح نفسك اللي هيكمل الرؤية على الفيديو هدف الخدمة دي تذكرة بحياة اليقظة الروحية حياة الاستعداد حياة ان احنا نكون فعلا نور العالم اللي أصبح ضلمة جدا من الخطيئة والمعلومات الكاذبة في كل مكان والإعلام اللي بقي واضح انه أقوى سلاح في يد الشيطان مش بس الإعلام المصري ولا الإعلام العربي هو اللي بقي الإعلام الأساسي هو اللي بقي مضلل والإعلام العالمي بقي خلاص سلاح في الشيطان كل المين ميديا في أي دولة بقت شيطانية للأسف ده اسمحولي أقول التعبير ملاش أقول كله أغلبها نادرا ما تلاقي وسيلة إعلام محايدة أو بتحاول نادرا جدا حتى لما تسمع الرأي الآخر يعني أنا مستغرب حتى قناة فوكس نيوز موجودة لغاية دلوقتي لكن هيقفلوها لأنهم مش هيسمحوا بالرأي الآخر كثير الخدمة دي هدفة حياة الاستعداد تفتكر أن انت محتاج ترفع راسك لفوق لأن نجاتك تقترب ما أعتقدش أي حد بيندم إنه لما كانوا بيفكروا يستعد الحياة الروحية لكن الناس كثيرة كانت مجغولة أعتق الندم مثلما سلمت ودعتها وبيقت وقف أمام ربنا 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 قال لنا علامات كتير زي ما احنا درسناهم كتير مع بعض قال لنا ليه كل هذه العلامات علشان واحد ما نخافش اثنين علشان نؤمن قلت لكم قبل أن يكون حتى ماتا كان تؤمنون لأنه لما ربنا يقول لنا أشياء ما تنفعش تحصل بالصدفة وتحصل قدام عينينا بمنتهى التدقيق ده يؤكد لنا أن زي إيماننا صحيح وقالي بيشهد عن نفسه وحي وفعال حتى في الزمان اللي احنا عاشينه اللي قد يكون الزمان الأخير والحاجة التالتة والمهمة وده هدف الخدمة زي ما قال لنا متى ابتدأت تبتدي الحاجات ده تحصل ترفع رأسك لفوق وبيعجبني التعبير ترفعوا رؤوسكم ليه؟ معناها أن في الزمان ده بدل ما زمان من مئة سنة فاتت ولا من مئة وخمسين سنة فاتت الناس كانت ماشية بصل قدام احنا أصبحنا في جيل الناس حتى لو ماشية بصل أسفل صح؟ كل الناس لوقتي بيتماشية بصل على السيلفون الأسفل فربنا بيقول لنا الزمان ده حيدينا علامات ارفع رأسك من التكنولوجي والأجهزة اللي خدت خلت رأسك بدل ما تبص الفوق بيتبص التحت لأن نجاتكم تقترب الخلاص والرسالة جاي لك من فوق مش جاي لك على السيلفون من تحت المسج اللي جاي لك على السيلفون ولا الإيميل ولا المكلمة مش هي الخلاص الخلاص فوق علامات في السماء زي ما قال لنا الكتاب عالم فضاء يرصد لأول مرة مذنب بثلاث أقمار في حادثة غريبة أكبر مذنب في خارج المجموعة الشمسية يتم رصده ده من نيو ساينتست طوله 137 كيلومتر إلون موسك يخسر 40 ساتيلايت بعد عاصفة كهرباغناطيسية من الشمس ضربت الأرض بوزطه 40 ساتيلايت كلفته 10 مليون 11 ساتيلايت في مخاطر من احتمالية حدوث عاصفة شديدة ده من أكي ويذر خلاص أصبحنا في زمان عجيب بينا نسمع عن الساتيلايت دي كما لو كانت حاجة عادية تخيلوا أهلينا من 100 سنة فاتت بس لو سمعوا أو شافوا حاجة اسمع الساتيلايت قدامهم في السماء دولا كانوا يجروا مرعوبين نحن بينا نشوف العجائب اللي في السماء دلوقتي والساتيلايت يقع بالأربعين ساتيلايت ولا حاجة عالية الصين تهاجم أمريكا بعدما أمريكا رفضت ادعاء ان ساتيلايت ستارلينك كادا يصطدم بالمحطة الفضائية الصينية ففيقي فيه سحمة في الفضاء الصين قالت انه الساتيلايت بتاع ستارلينك خلاص هيخبط في المحطة الفضائية الصينية أمريكا رفض للدعاء ده فالصين بدأت تهاجم أمريكا استضام صاروخ سبيس اكس بالقمر ده هيحصل يوم 4 مارس هيسبب مكان الاستضام كريتر واضح يوم 4 مارس فهتبقى حدث غريب نشوفه يومها والزبالة بتاع الفضاء بدأت تتزايد جدا بسبب الكوارس اللي بيعملوها وهيجي فيهم الحاجات التي تتوقع على الناس والناس تتحرق زي ما قال الكتاب المقدس وهيعملو ايه؟ حاجة تدفع على اسم ربنا يوم 8 فبراير استمرارا طبعا تساقط الحجار السموية او كرات السماء يوم 8 فبراير 14 كرة نارية في يوم واحد يوم 11 فبراير 16 كرة نارية في يوم واحد وتزايد عدد الاكسام الفضائية اللي بتحدد الارض اصبحنا دلوقتي كل ما قال هالقائمة دي بتتزايد اصبحنا 2267 جسم فضائي بيهدد الارض او نجوم السماء لان اللفظ في اليونان يحمل معنى جسم فضائي تخيلوا المفروض لو عمر الارض قديم زي ما بيدعوا والكلام دي بتتآكل من زمان كان الكلام ده اختفى تماما كتاب قال لنا عمر الارض قصير والكلام ده حيزيد في اواخر الايام وده بيحصل بمنتهى الدقة زي ما قال الكتاب طلع مين الصح ومين الغلط الدعاق ده من العمر والعلماء طلعوا غلط الكتاب المقدس هو اللي طلع الصح كالعادي الطقس اللي فعلا الامواج تضج الارض اللي عليها كرب الخوف من الكوارس اللي هتحصل للارض وطبعا انا عارف ان البعض هيقول بيؤمن بموضوع ان الانسان الشرير اللي بيلوس الارض مش البشر العاديين حضرتك وحضرتك لما بتدف بيتك وانا تستخدم سيارتك مش انت السبب عندك ثلاث حاجات اساسية كوارس اولا النشاط الشمس المتزايد اثنين النشاط البركان المتزايد والزلازل ايضا ثلاثة الامر اللي بيتعباعد وبيبقى المصار بتاعه بدأ يبقى وابلي مأثر على كل الكوارس بالمد والجزر بتاعته فارتفاع الحرارة في بعض الاماطق من الشمس كما مع تأثير المد والجزر من الامر دولة مش الانسان بالاضافة للتجارب الكيموية والتجارب النووية والمصايب اللي بتعملها الدول وفي الاخر انت اللي تدفع التمد حقيقي طقس خطير يهدد لوس انجلوس لا يوجد تفسير حتى الان امطار بدأت تقع في لوس انجلوس في لاس فيجاس سوائل بنية سودة والناس مش عارفة ايه المطر السود اللي بيقع عليهم ده وحتى الان لا يوجد تفسير وكان عادة العلماء حائرون تزايد الجفاف في الغرب واصبح الاسوأ في اخر 1200 سنة ده من يو اس تو دي الزلازل ايضا اللي بتتزايد زي ما قالينا الكتاب على عكس المتوقع لو كانت الارض قديمة وبردت وخلاص تكون الحاجات دي انتهت كتاب قالينا هتتزايد وفعلا دل حصل يوم الثلاث اللي فات 25 زلزال منهم بقوة 6 و 2 من 10 في صدع الاطلانطي ففعلا الزلازل بتتزايد ورقم ستة اللي كنا نسمع عنه يتعد على صابع اليد لو ستبقنا نسمع عنه مرة او اكتر كل اسبوع يوم الاربعاء اللي فات 46 زلزال ما بين متوسط وقوي يوم الخميس 41 زلزال يوم الجمعة 38 زلزال ما بين متوسط وقوي يوم السبت 41 زلزال ويوم الحد 48 زلزال ويوم 42 زلزال الاسبوع ده حصل فيه 99 زلزال قوي لا متوسط ولا ضعيف قوي فقط منهم واحد بقوة 6 و 2 من 10 في الاطلانطي وسائل الاعلام تتساءل هل الهزات اللي بتحصل فيه بحيرة ايري لها علاقة بان ينابيع الغمر العظيمة بترتفع فيها درجات حرارة طبعا هما ما قصدوش ينابيع الغمر الكتابية هما الجريت ليكس بالنسبة لهم بترتفع فيها درجة حرارة او ديب ووتر انه فيه اريدي تم اكتشاف انه فيه ينابيع غمر او غرف مائية عملاقة اكتر من المياه السطحية بكثير دي خلاص تم اكتشافه ما حدش يقدر يجادل فيها فهل عشان بتتزايد حرارتها ده اللي بيزود الحرارة وبيسبب هالذات العلماء حائرين من الزلازل الصامتة اللي بتسبب سنامي بدون ما يكون لها مقدمات ده من نيوزويك في نفس الوقت اللي زادت فيه الزلازل زي ما قلت لحضراتكم وزادت فيه طلاطم الامواج وزادت فيه الانشطة الشمسية وزادت فيه تساقط نجوم السماء تزايدت فيه برضو النار وبخار الدخان اللي هي البركين والحرارة يوم 9 فبراير متابع لنشاط 9 بركين قوية بعد ما كنا نتكلم على 3-4 في السنة بصدينا نتكلم على كام بركان قوي في اليوم انفجار بركان لانجيلا يطلق رماض لـ 14 ألف أدم انفجار بركان نيفادو أطلق رماض لـ 23 ألف أدم يوم 11 فبراير متابع لنشاط 8 بركين قوية انفجار بركان سانجاي أطلق رماض لـ 23 ألف أدم انفجار بركان سبنكاي كل ده رماض بيخرج من البركين اللي بتتزايد نشاط مش بتقل المفترض لو الارض قديمة وبردة كلام ده يكون انتهى لو الارض من اربعة وستة من عشر مليار سنة ده واضح واضح وضوح الشمس ان البركين بتتزايد ده مش معناها معناها ان الارض صغيرة العمر وليست كبيرة العمر يبدو نشر فبراير متابع لنشاط سبع براكين قوية انفجار بركان اتنا ويطلق رماض لعشرة تلاف ادم انفجار بركان فويجو ويطلق رماض لخمستاشر الف ادم انفجار بركان ريفان تادور اطلق رماض لخمستاشر الف ادم وده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات كل دي براكين نشطة في يوم واحد كل دول متخيلين اللي لونها من الاحمر في حالة انفجار واللي لونها اورنج ماينور اكتيفتي او نشطة متوسطة او صغيرة كل دي براكين في نفس اليوم يوم الحد اللي فات من فولكينو ديسكوري قرنوا الكلام ده بنفسكم ما بين الفين وخمسة وستة ومن قبلها موت كائنات جماعي اللي كانت ممكن تحصل حادثة في السنة او مفيش خالص لكن الكتاب قال لنا ده حيحصل سمك البحر ينزع طيور السماء تقع ميتة حادثة دي لما حصلت كان ممكن تقع كل عدة سنين طيور من السماء في حادثة برد يعني عصفة سلجية شديدة تضربهم فيموتوا لكن طيور تقع بدون سبب ما كانتش بتتعادل عامل في مكان واحد بس هو افلام الرعب الفريد هيتش كوكو كلام ده كله ان الطيور تقع ميتة الوقت بيه خلاص بنسمع عنها كل سبوعين ثلاثة اللي حوله ده على سبيل المثال للحصر في سبوع يوم ستة يناير قتل مليون دجاجة بسبب انفلوانزا الطيور في انجلترا ده من بي بي سي نيوز نفس اليوم موت ثلاث حتان من نوع نادر في شاطئ في استراليا ده من ديلي تيليجراف يوم تلاتاشر يناير موت الالاف من الاسماك اطنان ضخمة قدام حضراتكم في نهر في الارجنتين اكتر من متين طائر يقعوا اموات من السماء مثل المطر في جنوب والس ولا يوجد تفسير الطيور بتقع ميتة ليه نفس المنظر يتكرر في مدينة مكسيكية تقع الطيور بدون سبب وهي طائرة من السماء وتقع زي المطر انت متخيلين انه لو حد يخمن حاجة زي دية ده كان يتقال عنه مجنون وبيشعوزه الكلام ده مستحيل وفعلا الكلام ده يقوله الكتاب المقدس وبضقة افتخر بكتابك المقدس ما فيش كتاب اخر قال على علامات نهاية الزمان الا الكتاب المقدس كتاب واحد بس جاه بعده بسبع قرون حاب يقلده فحولها اساطيره اسف اول حالة اصابة مزرعة امريكية بانفلونزا طيور يحصل في انديانا انتشار انفلونزا طيور المعدية بشدة في طيور البرية في كارولاين الشمالية يسبب قلق لتربيط الطيور في امريكا الاوبئة واللي لسه خلاص عايشين في واحد لكن خلاص اعتقد قرى بانتهي نشكر ربنا الاصابة العالمية توصل لـ 413 مليون ما بين دول بتغالي في الارقام ودول بتقلل في الارقام والوفيات توصل لـ 5.8 مليون انا اسف اللقم خطأ معلش اعتزار ما شو عديك؟ انوي ما علينا 5.8 مليون وانكسار الموجة الخامسة فبدأت تتناقص عالمية بسبب ضعف الاوميكرون اللي اصبح هو المنتشر في العالم معدل الوفيات في اخر 28 يوم قدام حضراتكم ده من جون هوبكنز اصبح 0.3% يعني 3 من كل الف وغالبا بيكون عندهم كوموربيريتي وكمان الرقم ده بيتناقص نشكر ربنا فرنسا رغم التطعيم هي اصبحت بتتقدم جدا في الاصابة وهي اصبحت التانية في الاصابة بعد امريكا ألمانيا ايضا رغم التطعيم وده حاجة غريبة اصبح اللي بيتقدمه كالعادة من سنة وشوية اللي بيتقدمه القائمة هي الدول كثيرة التطعيم تصبح الرابعة في الاصابة في المقابل بريطانيا لاعادة الحياة الطبيعية تستمر تنخفض الاصابات والوفيات مرة تانية رجاء محبة لو اطعمت وخدت الحقنتين معلش اتسوكي بلاش البوستردوز البوستردوز اي اشارات بتوضح ان هي بتزود المشاكل مش هتعمل اي حاجة وطالما الاولانية ولا التانية حموكي بتلت لزومها ايه؟ وكل ماله ما بنكتشف وبيبان قدامنا البينفت بيقل 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 والريسك بيزيد 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 فبيئة الكفة واضحة تماما ان انت تبعد عن هذا التطعيم لان الريسك اعلى من البينفت بكثير جدا في معادة الناس العواجيز قوي ورغم كده حتى كمان الاميكرون بنسبالهم بيئة ما بي موتهمش بعد بريطانيا كمان والنرويج والدول كتيرة اللي بدأت تفتح ايضا بولندا تعلن عن انتهاء وباء الكوفيد ده من راشن توداي ايضا المانيا تعلن عن خطة انهياء قيود الكوفيد في مارس بعد العديد من الدول الاوروبية ايضا العديد من المقطعات الكندية تعود للحياة الطبيعية تزامنا مع مظاهرات الشاحنات الرياء الكندي او رياء حكومة ترودو يظهر في اقزر صوره فهم يشيطنوا المظاهرات الحرية الكندية بينما كانوا بيمدحوا اي مظاهرة في اي مكان تاني فكابتن ترودو اللي كان بيفرح باي مظاهرة تطلع في الهند ولا هنا ولا هنا لكن طلعت مظاهرة في كندا ضده لا تبقى شطانة ومصر ما يستسلمش للأسف بيعمل مثال لكل القوى الديكتاتورية في العالم ان يعملوا زيه ادارة بايدن تطالب حكومة ترودو باستخدام القوة الفيدرالية في انهاء المظاهرات الكندية وملفين الحريات والديمقراطية والتفاهم والنقاش كل دولات يبقى بالقوة سبتوا ايه للدول الديكتاتورية؟ صائقي الشاحنات الكنديين يخلفوا اوامر المحكمة يخلف اوامر المحكمة اللي امرت بفض المظاهرات ويتمسكوا بموقفهم ضد اكبار التطعيم رغم التهديد بالقبض عليهم وللأسف بيقبضوا عليهم الشرطة الكندية فعلا بدأت تقبض عليهم وساحب السيارات بدأت تفتح واحد من اهم المعابر بين كندا وامريكا طبعا وفي ناس سياسين كتير يتكلموا هما معه المظاهرات السلمية ولكن ضد اغلاق الطرق الاساسية فلكن لا طروده لا يفرق نحظة واحدة جماعة اخيرا كندا اللي كانت بتدعي الحرية تطبق قوانين طوارئ لم تطبق منذ زمن طويل لفض المظاهرات ويجمدوا حتى حساباتهم الشخصية والنقطة الاخرانية دي اكتر حاجة يعني التداية انت متخيلين انه بدأوا دلوقتي يطردوا الناس اللي اتبرعوا للمظاهرات متخيلين يعني الشخص اللي اتبرع للمظاهرة بدأوا دلوقتي يروحوا لحساباته الشخصية ويستولوا على فلوسه في الحساب الشخصي هذا اللي احنا وصلنا له الانسان دا رغم ان هو غبي ولكن الوراء شطانهم كبير جدا دا مش تصرفه هو دا اقبى من هو يعرف يفكر في الحاجات دي الشياطين اللي ورا هذا البني ادم لا شياطين صعب قوي وفعلا فيه محكة حاليا طيب الناس لعدد شوشر سامحون ايضا الالاف في استراليا يتظاهروا ويحيطوا بمبنى البرلمان فمظاهرات كتيرة في كل مكان الشرطة الفرنسية تمنع مظاهرة سائقي شاحنات ضد الاجبار في باريس طلعت كم ضخمة من الشرطة عشان تمنعهم ايضا بداية مظاهرة حرية في بلجيكا بالشاحنات تشبه الكندية لكن انا عايز اسأل الحكومات ليه ما بتسمعش للناس هو ليه بقي فيه فاصل ضخمة ما بين الحكومات وما بين الناس الحكومات عايشة في ثوادي والشعب عايش في حتة تانية خالص نيوزيلان تستخدم مدافع المياه والاغاني المزعجة لفض المظاهرات ضد الاجبار الدول اللي كانت في يوم من الايام مفروض دول الحرية بيتأبعد ما يكون عن الحرية نيوزيلان تهاجم المظاهرات ضد اجبار التطعيم بانهم مستوردين فكروني بمورسي صدقوني فكرين لما خمسة ستة سبعة ثلاثة اربعة واتنين فحارة ومش عارفوا مزنوقين ولا التاني اللي كان يقول اين من انتم من انتم مستوردين ايه ده اللي حاصل كندا وامريكا مش كل امريكا لكن كندا واستراليا والنمسا ودول كتيرة في اوروبا ونيوزيلاند بيتأوس اسوأ من الدول الدكتاتورية مظاهرة موكب الحرية الاسرائيلي بدأت ويصل لورشاليم برضو تقليدا لكندا على فكرة المظاهرات الكندية لغاية دلوقتي لسه ما انتهيتش انا اتمنى ان هما ان يساعدوا مطالباتهم ومش بس بإلغاء الاكبار على التطعيم بشيل ترودو المظاهرات الكندية المفروض تتحول الى فعلا بدل مع دوباك فريدم كونفوي لا تبقى ريفوليوشن ضد ترودو ويتشال لان الرجل ده غالبا فيه يعني مش عايز اقول كلمة تزوير في الانتخابات مفيش حد في الشعب طيقه ورغم كده فاس ما بيتكلمش حد كندي الا ما يقولك الرجل ده مكروه ورغم كده فاس مفيش حد طلع عليه فضايح زيه ورغم كده فاس اوروبا تحقق في تقارير عديدة عن لخبطة في الدورة الشهرية بعض تطاعمات اما ارن ايه التقارير ده تطلع من زمان وبيتجاهلوها ولكن وصل دلوقتي ان الهيئة الطبية في الاتحاد الاوروبي مش قادرة تتجاهلها اكتر من كده ودي كارسة اللي بنقولها الموضوع لما يوصل الجهاز التناسولي ده كارسة على الاجيال القادمة ليه بتحصل لخبطة في الدورة الشهرية من تطعيم اما ارن ايه مش ده كارسي سياسي روسي بعد ما حصل على طمن تطاعمات للكوفيد دلوقتي بيصار الحياة في مستشفى وعلى فنتليتر وما للتطعيم ما حمهوش ازاي بيل جيتس الطبيعة بيل جيتس يدعي ان هو يستطيع ان يوقف اوبئة المستقبل ويقول تلات حلول لو عملتوهم مفيش بوابقة حيحل في المستقبل يا سلام اتضح ان التحور الجديد اللي من ايدز اكتر اصابة ولكنه اسهل في العلاج فواضح ان كمان الايدز بدأ يضعف رغم انه اخذ وقت طويل جدا ده من نيو ساينتست اتضح ان الايبولا ممكن تستمر في سوائل المخ وتسبب بعدها نكسة مميتة في دراسة عملوها على القردة فمش بس ليبيانجو حتى للأسف اتضح ان اللي بيانجو من الايبولا لا ممكن بعد فترة يرجعوا يموتوا تاني ده من لايف ساينتز اخبار الحروب اللي بتتزايد بلاش الجرعة الثالثة رجاء انتخذت الجرعتين الاولينين لو ما حاكموه لو ما حموككش هيتعمل ايه الثالثة؟ بطلق كدة بتاعت انه لا البوستر هتحميك طب الاولينية والتانية ما حاميتش ليه؟ الاول كنا خايفين من اللي ما نعرفهوش الوقت بدأ يتعرف العراض الجنبية بدأت تزيد والفواعد واضح ان هي شبه لا تذكر يبقى ايه الفايدة؟ الان اصبح هناك مية وثلاثين الف جند روسي واسلحة قوية امام اوكرانيا وعلى اي استعداد انهم من يبدأوا ان يخترق اوكرانيا بايدن يهدد روسيا بقطع خط غاز لو غازت اوكرانيا يا سلام فاق بايدن دلوقت فاكرين مش بايدن اول محاكم اول حاجة عملها وقف خط الغاز الكندي الامريكي وخرب اقتصاد الاثنين وضربهم ضربة صعبة جدا وفي نفس الوقت سمح لروسيا بخط الغاز بتاعها دلوقت جاي يهدد بوقف خط الغاز الروسي بوتين يهدد بان العالم ينحدر في طريق يقود لحرب نووية روسيا والصين في اجتماع الامم المتحدة يعلنوا ان العقوبات ضد روسيا هي اوحاديت الجانب بدون تدعيم الامم المتحدة في اعترضوا عليها في مقابل تدعيم روسيا للصين في موضوع تايوان روسيا كمان هي التانية تفوز بالتدعيم الصيني في موضوع اوكرانيا يعني روسيا بتدعم الصين ان هي تاخد تايوان والصين بتدعم روسيا ان هي تاخد اوكرانيا ده اللي بيقسموا التركة بقسموا تركة العجوز الكبير بايدن اللي مش يعرف يتصدى للاثنين امريكا تحذر ان هجوم روسيا على اوكرانيا قد يحدث في اي يوم وغالبا قبل نهاية الاولمبياد الشتوية الصينية بايدن يحذر الامريكان ان هما يتدوا يغادروا اوكرانيا ده من V.O.A. News دول اوروبية كتيرة تتبع امريكا وبريطانيا في استدعاء رعاياها من اوكرانيا عشان احتمالية الحرب خلاص اصبحت وشيكة روسيا تتهم امريكا وبريطانيا ان هما اللي بيزودوا احتداد الموقف اصلي روسيا اصليها امريكا وبريطانيا في اشد الحرب في اشد الحاجة لحرب باي ثمن امريكا وبريطانيا عايزين حرب باي ثمن فبيختلقوا الموضوع ده بتاع روسيا واوكرانيا عشان تحصل حرب بوتين يقول لماكرون ان ادعاء الغزو ده افتراض استفزازي وملجمع 130 الف جند على حدود اوكرانيا ليه؟ الدينمارك اتخطط ان تسمح بتواجد قوات امريكية على اراضيها بسبب تزايد حدة الموقف في اوكرانيا الصين تهاجم اجتماع الرباعي للامن بين امريكا والهند واستراليا واليابان وتقول ان عقليتهم عن الحرب الباردة يعني لسه عاشين في زمن الحرب الباردة امريكا وحلفاءها الاسيويين يتقابلوا ليعمقوا علاقات ضد الصين تايوان تستلم صواريخ باتريوت الامريكية في تزايد التهديد الصيني ضدها بريطانيا تنضم الاتحاد الاوروبي في تأييد ليتوانيا ضد الصين تفاكرين ليتوانيا لما عيدت تايوان فالصين بدأت تعاقبها بشدة للتحاد الاوروبي دلوقتي بيأيدها وبريطانيا كمان هتأيدها كوريا الشمالية تستمر تطور اسلحتها بالرغم من العقوبات مش فارق معها العقوبات ولا غيره مكمل في الكوارث الاسلحة اللي بيعملها هذا الرجل ولا حد قادر يتصدى ليه اسرائيل تقوم بتدريب عسكري للوقوف ضد ايران بتدخل امريكي ايران تظهر نوع صواريخ جديد بمدى 1450 كم يحمل اسم خايبر ضد اليهود ايران تطالب برفع العقوبات الامريكية وتعتبر خط احمر ايران بتهدد دلوقتي لإعادة احياء اتفاق 2015 سوريا تطلق صواريخ مضادة للطائرات على هجمة اسرائيلية على اهداف سوريا تابعة لايران روسيا تطالب اسرائيل انها تتوقف عن الضربات الجوية اللي بتقوم فيها في سوريا فخلاف ما بين روسيا واسرائيل ايضا بيتزايد وهل ده معناه اقتراب اسحي سقال 38 الحوثيين يقولوا ان صواريخهم وطائراتهم بدون طيار اصبحت انها قادرة على الوصول لتل ابيب ومناء ايلات يعني الحوثيين كمان بيهدد ان هم من يضربوا اسرائيل مكتب مسؤول اسرائيلي سيفتح في البحرين في خطوة بيعتبروها تاريخية في تزايد العلاقات مدين دول عربية زي الامارات والبحرين باسرائيل اخبار عامة كارثة وهي اكتشاف ان مفاعلات امريكا فيها قطع غيار مزورة وابداية التحقيق ازاي حصل الكلام ده ازاي قطع غيار مزورة ووصلت وتركبت في مفاعلات امريكية وممكن تود الدنيا في داهية اخبار عامة الصين دلوقتي هي اللي بتتحكم في الكميونيكيشن في العالم علماء في هارفرد ينتجون اسماك بقلب بشري صغير مصنع في المعمل اسرائيل تكون نظام جديد للتحذير من زلازل يصدر تحذير فيه خلال ثواني من اول بداية هزة العلماء يتقدموا خطوة كبيرة لاستخدام الطاقة من النجوم اللي هي طاقة الاندماج ابحاث طاقة الاندماج تقترح ان احنا بالفعل يمكن بناء شموس صناعية زي ما عملت الصين وبدأت امريكا ده من نيو ساينتست فخلاص دخلين في زمن ان حيعملوا ما يسمى بالشموس صناعية كمصدر الطاقة على الارض تجارب ايلون موسك لزراعة الشريحة في المخ عشان يوصلوا بالكمبيوتر اتضح ان هي قتلت 15 ارد من 23 ارد فربنا يستر لما عايزين يطبقوها السنادي على البشر العالم الموازي اللي بدأ للأسف يزيد اللي هيودي جيل الشباب ده في دهية ويتسألوا ماذا لو كان العالم الموازي هو الحل الوحيد لمشكلة نقص المدرسين عايزين الطلبة تتعلم من العالم الموازي كارسة ايدي المحامي العام في تيكساس يقاضي فيسبوك ليه لان فيسبوك بيستخدم برنامج ميتا في التعرف على الاوجو بدون موفقة المستخدمين انت خدلي بالك لو دخلت على ميتا خلاص البصمة بتاعت الوجه بتاعتك خلاص خدها فيسبوك واحتفظ بيها بدون ما ياخد موفقتك انت بالنسبة له ولا حاجة ابل تعترف ان احد منتجاتها هو بيتجسس بالفعل على المستخدمين ايه رأيكم اللي هو التراكينج سيستم بسبب سيطرة فكر الكائنات الفضائية على كمية الافلام والاعلام البشع اللي عمله كسرت المزاعم انه فيه شيء خطير هيحصل واكسام فضائية هتظهر سنة 2022 طبعا مفيش لها اكسام فضائية ولا كل شغل الشياطين وهي حاجات اسلحة سرية اختراع ادوية هذا العالم اللي احنا بقينا فيه الادوية دي تجعل الشخص يقع في الحب ولكن بيقولوا هذه الادوية لما تبتدي تنتج ستسبب مشاكل اخلاقية ده من نيو ساينتست اصبحنا في زمن بيعملوا ادوية تجعل الوحج يحب بريطانيا اقتربت من الموافقة على دواء حقا اسبوعي يقل للسنة اللي بيعاني منها المجتمع البريطاني تكوين برامج زكاء صناعي سايكولوجي البرامج دي بدأت تتوقع ازاي ما خوف الناس تأثر على اسواق الاسهم ويبقى كده ممكن تتعمل حاجة بسيطة عارفين رد فعل الناس فتتقال حاجة يزودوا بيها اسهم ويقلنوا بيها اسهم زي ما هم من عايزين خبراء يقولوا ان الزكاء الصناعي بدأ يكون عنده بالفعل وعي قليل اللي هو الكونشوس وده كارسة وده خوف ان في المستقبل الزكاء الصناعي هو اللي يتحكم في البشرية اخبار اقتصادية في الاقتصاد العالمي الخربان ما يبدو كما لو كانت الساحة العالمية معدة خلاص للانهيار الاقتصادي العالمي الكامل والريسيتنج اللي ربنا يستر هيعمله فيه ايه لو عملوا ريسيتنج حتى وسائل الاعلام الرسمية اخيرا اللي معروفة بكتبها زي سي ان انه وغيره بدأ التحذر من اقترابات اكتر الاقتصاد الامريكي قادمة ومال ايه اللي حصل انه ايام بايدن الرخاء ما حصلش وانه الشلفات مليانة وملافاضية ولا غيره ايه اللي حصل فاجأ سي ان ايه اصطلع لها الضمير نقص الادوية في العالم يتزايد ده حتى امريكا اللي هي اعلى مستهلك للادوية ومنتج ايضا يوجد بيها الان نقص في مية وستاشر نوع دواء في امريكا لوحدها بسبب تهديد روسيا لاوكرانيا سعر برميل البترولي يزداد جدا ويوصل لقربة خمسة وتسعين دولار دلوقتي سوروس اسمحولي اضيف كلمة الملبوس بالشيطان اشتان ده اللي خارب اوروبا وبيتدخل في الانتخابات في امريكا وفي كندا والكلام ده الرجل ده قصته ايه؟ سوروس ده كمان انتو شايفين الون ماسك لانه الون ماسك يعتبر رغم ان هو مجنون لكن يعتبر اوتسايدر الون ماسك مش متشلتهم فبدأوا يحربوه فسوروس يشتري اسهم بقيمة اتنين بليون في الشركة المنافسة لتسلا هم طبعا عايزين اللي يكونوا اغنياء العالم والمتحكمين يكونوا الشلة بتاعتهم مش عايزين حد خارجي اضطهاد المساحيين المتزايد رجل يدخل كنيسة في كولورادو ويفتح عليهم النار اسناء الصلاة فيقتل ام ويجرح قصصين وفين وسائل الاعلام لا ده مش مهم دول مسيحيين راجل مسلم احمدي غالبا او دخل مجلس مسجد احمدي وضرب بالنار المسلمين اخدوا حقوق ما حصلتش في العالم كله العالم كله قاعد اسلاموفوبيا ده مسلمين في بعض اسلاموفوبيا والمساحيين بتقتلوا ليه النهار ولا واحد بيتكلم عليهم في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا وفي امريكا ولا حد بيتكلم ليه لانحضار الاخلاق المتزايد للاسف بدأ ينتشر فكرة عند النساء الغربيات انهم ما يحملوش ليه خير خاصة الصغيرين في السن اصلهم عايزين ينقذوا الكوكب فيستمتعوا بحياتهم وما يخلفوش عايل يبوص في الكوكب للانفارومنت عشان البيئة ايه الفكر الشيطاني ده وطبعا مين في المقابل شغال يخلف كتير المسلمين والصينيين وهكذا والغربيين في منتهى كلمة غباء سمحوني اريزونا ستقيم اكبر مؤتمر لعبادة الشيطان يسجل رقم قياسي طبعا ده يتسمح به المؤتمر لو كان مسيحي كان يبقى ممنوع معبد الشيطان حيبتدي يفتح نادي شيطاني بعد المدرسة في اماكن كتيرة عشان يحارب الاندية المسيحية ليه طرع عبره ما بعبد الشيطان بيحارب الاسلام ليه معبد الشيطان ما بيحاربش البوزية ليش معاني معبد الشيطان يحارب المسيحية والاسلام يحارب المسيحية والشيوعية حارب المسيحية والشوازي حارب المسيحية ليه؟ حدش لفت نظر بالحموداء ده؟ عرض لديزني لاند يعلم أطفال الحضانة العنف الصغير وهو المايكرو ايجريشنز وإزاي يكرهوا الجنس الأبيض أنا مستغرب عن الشعب اللي يكره تاريخه ويكره لونه ويكره ثقافته ويكره نفسه وصلنا أن البيض في أمريكا لو يقدروا يقتلوا نفسهم ويخلصوا ويسيبوا البلاد بتاعتهم للهسبانيك وللمسلمين والكلام ده هيعملوها بريطانيا تقيم حفل وتلغي جائزة أحسن ممثلة وممثلة وتجعلها جائزة متعادل الجنس إيه اللي حصل للناس دي؟ إيه القصة دي كلها؟ ليه بقي كله بيتحول لأجل الشواس؟ فعلا على حين يأتي ابن الإنسان يجد الإيمان على الأرض وفعلا زي ما قال ربنا في إنجيل لؤة 21 كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في زمان ما جاء ابن الإنسان بايدن يعين شخص شاز في وظيفة نووية عليا حساسة؟ فهل ده بتتساءل وسائل الإعلام؟ ده يعتبر التقدم ولا تدهور أخلاقي؟ أن يتعين شخص زي ده في وظيفة نووية مهمة جدا في إدارة بايدن؟ ده يسمى إيه؟ الشرطة البريطانية تداهم منزل سيدة وتقبض عليها؟ ليه؟ عملت إيه؟ فجرت أمبلا زي المسلمين؟ لا لأنها على النت اعترضت على أجندة الشواز إزاي تعترض على أجندة الشواز على النت وتعبر عن رأيها؟ الشرطة تروح لها وتقبض عليها في البيت أمام عيانها الصغيرين عشان عبرت عن رأيها ضد الشزوز قادل اللي حاصل وقادل أجندة الشيطانية واضحة عشان ما تقولوش يا حرام الشواز غازبن عنهم لا أنا مش غازبن عنهم دي أجندة شيطانية واضحة مقاطعة مدارس أمريكية تلغي حفلات الرأس التقليدية ما بين الأب وبنت وهكذا ليه؟ عشان خطر الشواز ليه؟ من إمتى كان الأقلية يهضمه تماما ويلغه تماما حق الأغلبية؟ من إمتى كان الكلام ده؟ في أي ديمقراطية ده؟ لما تبقى أقلية لا تمثل واحد في المية تقضي تماما على حق الأغلبية ليمثله تسعة وتسعين في المية؟ ده اسمه إيه؟ أهد اللي بيحصل وخلي بالك المستهدفين هم من الشباب الصغيرين الأطفال والشباب ودولة اللي مسؤولين منكم عشان كده مطلوب مننا أن نصلي ونستعد ونعدي زد في مصابحنا لاستقبال العريس وعلشان خاطر نكون النور لهؤلاء صغار النفوس اللي بيعصروا من ظلام الخطيئة في العالم احترسوا لما تمسكتش بالمسيح من الآن ممكن ما تقدرش في المستقبل القريب ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش وقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن بروعة كتابنا اللي قال لنا بصه هيحصل إزاي؟ وهي قدام عينينا بتحصل بأكثر تدقيق مما يشهد الكتاب عن نفسه من وحي إلهي رائع ودقيق جدا وهيضا ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل وقال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل نرفع راسنا لفوق لما تبتدي الكلام ده ارفع راسك لفوق واستعد لأن نجاتكم تقترب عريسنا اقترب اصنعوا الثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس أمين تعالى أيها الرب يسوع والمجد لله دائما وأشكر ربنا على كل حال كالعادة وأشكر ربنا خاصة النهاردة جدا أن أعرف تكمل مع حضراتكم لأن الحالة الصحية على قدها فأشكر ربنا جدا أن أدفنا نكمل أشكر حضراتكم على تواجدكم وأسف لو أخطأت بفعل بقاول بتعبير بمعلومة أنا إنسان ضعيف لكن لو هذا حصل ستدوني لم يكن على قصد ربنا يبارك حضراتكم ورجاء محبة أذكروني في صلاتكم وكل السلام